أهلا بكم مشاهدين أعلن حزب الله استهدف أربعة مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من حدود لبنان الجنوبية فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطائرات الإسرائيلية والمسيرات شنت سلسلة غارات عنيفة استهدفت بلدات بني حيان وحولة وطريق بلدة مركبة كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة الخيام أيضا أكد سفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغروخ حرص فرنسا على تجنب السيناريو الأسوأ في النزاع الذي يصيب جنوب لبنان وأوضح أن بلاده لن تألو جهدا لنزع فتيل التصعيد وتسهيل التوصل إلى تسوية عادلة تضمن استمرار واستقرار لبنان وسيادته وذكر ماغروب الجهود المستمرة التي تبذلها فرنسا من أجل المساهمة في التوصل إلى مخرج من الأزمة السياسية الراهنة وأشار السفير الفرنسي إلى أن انخراط فرنسا في اللجنة الخماسية يهدف للخروج من الفراغ الرئاسي مؤكدا أن انتخاب رئيس للجمهورية أمر ملح وأنه لا يمكن القبول بحسابة وصفها بالخطرة من جانبه رأى السفير المصري لدى لبنان على موسى أن التوصل إلى هدنة في غزة سينعكس على الملف الرئاسي مشددا على أن الهدف هو الحفاظ على الزخم في الملف الرئاسي حتى تتوفر الأرضية اللازمة لإحداث خرق فيه مشاهدين رغم التدابير التي يتخذها حزب الله اللبناني لمنع إسرائيل من التسلل وكشف حركة المقاتلين إلا أن الجيش الإسرائيلي نفذ عدة عمليات منذ بدء الحرب على غزة طالت قيادات هامة في الحزب وكان حزب الله قد لجأ مؤخرا حسب تقارير إعلامية إلى استخدام تقنيات قديمة مثل جهاز البيجر الصغير لاستقبال الرسائل القصيرة المشفرة وحظر استخدام الهواتف النقالة كما أكدت مصادر أن الحزب يستخدم شبكة اتصالات أرضية قديمة جدا إلا أنها تعرضت أيضا إلى اختراق إسرائيلي وبحسب خبراء فإن إسرائيل تعتمد في خرقها لحزب الله على التفوق التكنولوجي وتقنيات الذكاء الاصطناعي وبصمة الصوت كما يعتبر التسلط الإلكتروني الذي تقوم به إسرائيل لاختراق الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر من بين أكثر العمليات تطورا في العالم بالإضافة إلى كاميرات المراقبة الأمنية وأنظمة الاستشعار عن بعد ومسيرات الاستطلاع كما أشار الخبراء أيضا إلى الدور البشري في عمليات استهداف مقاتل الحزب في إشارة إلى العملاء لمراقبة وتتبع الهدف المرصود هذا الخرق البشري بحسب مصادر مقربة من حزب الله من خلال نازحين سوريين لا يزالون في قرى الجنوب مكلفين بالتصوير والإبلاغ عن أهداف تابعة للحزب وهم يخضعون حاليا للتحقيقات من قبل الوحدة الخاصة بالحزب المسؤولة عن التحقيق مع العملاء ومحاكمتهم وفقا للمصادر ينضم إلينا من دبي مستشار الحدث للشؤون الأمنية والعسكرية رياض قهوجي أهلا رياض أولا كيف يواجه حزب الله المراقبة الإسرائيلية ذات التقنية العالية يعني إسرائيل تستخدم منظمات استشعار يعني كانت تطرقتي إليها في تقريرك إنما هي لا تكفي أن تملك إسرائيل مثلا أرقام هواتف لشخصية حزب الله يعني إسرائيل هناك خرق واضح من ناحية امتلاكها لبيانات قيادات وعناصر حزب الله هي طارق منهم الأشخاص أرقام هواتفهم صورهم هذا ما يمكنها من مطاردتهم وانتقائهم في أماكن توجدهم عند العمليات الإغتيال لا يكفي أن نقول أن هناك قدرة لإسرائيل على اختراق الهواتف على إسرائيل أن تمتلك بيانات تؤشر لها من هم أصحاب أرقام هذه الهواتف أو ما أرقام المسؤولين في حزب الله من هم ما هي مناصبهم أين تواجدهم إلى آخره بالإضافة إلى وجود عملاء من الداخل يساعدون في توفير معلومات عن تحركات هؤلاء الأشخاص وبالتالي الحرق واضح أن هناك اختراق للمنظومة الأمنية الخاصة بحزب الله بالإضافة إلى قدرات إسرائيل متنوعة من كاميرات موجودة على المسيرات الأقمار الإصطناعية منظومات التعرف على الوجه التي أيضا كان هناك مسيرات كاميراتها تملك كاميرات زوم قوية تستطيع التقرب على الوجه هناك صوفت ويرز خاصة تستطيع أن تؤمن أو تعطي للمستخدم الحرية لمعرفة صاحب هذا الوجه بناء على بنك البيانات المتوجدة إليها وبالتالي هناك عدة وسائل استخباراتية تكنولوجية يمكن أن تستخدمها إسرائيل إنما هي لا تنجح ولا نفعلها إن لم تملك إسرائيل البيانات الخاصة بعناصر ومسؤولية حزب الله طيب هل يتمكن الحزب باستخدام التقنية القديمة بأنه يتجنب هذه الاختراقات أولا الأمر الآخر قبل قليل كالمعنى الدكتور محمد المصري من رام الله عندما تحدثنا على الاختراقات التي ممكن أن تقدم عليها إسرائيل مع المقاومة أو حركة حماس والفصائل الأخرى لم تنجح بشكل كبير بل صار العكس يعني أن حماس هي من اخترقت الترددات والاتصالات وعطلت الكاميرات في السابع من أكتوبر كيف نقرأ بأن الحزب بتقنية قديمة التي ممكن يكون فيها نوع من التضليل لم ينجح حتى الآن ونفهم بأن الجانب الغزاوي ينجح بينما من المفترض أن تكون الكفة مختلفة أو المعادلة مختلفة بين الفصيلين عند وجود منظومات إلكترونية تستطيعين اختراق هذه المنظومات عبر وسائل إلكترونية يعني الهاكينج يكون ممكن عبر وسائل إلكترونية مضادة إن قمت بنفي الوسائل الإلكترونية يعني عدم استخدام الوسائل الإلكترونية كافة لا يصبح بإمكان الخصم اختراق منظوماتك لأنه منظوماتك لا وجود للأجزة الإلكترونية داخلة ومن هنا خزب الله يعود لمنظومة الأنالوج اللي هي الأسلاق الاتصال عبر الأسلاق يعني نظام الهواتف السلكية وليست الهواتف اللاسلكية هذه هي المنظومة التي يعني عادة هواتف أرضية يعني بس عشان نفهم هواتف سلكية بين منفذ وآخر تؤمن تواصل بين عناصر المقاومة في حين أن حزب الله يملك منظومة اتصال Fiber Optics متوجدة داخل أراضي اللبنانية توفر الإمكانية لعناصره للتواصل عبرها وبرغم ذلك تسللت إسرائيل إلى هذه الاتصالات وتمكنت من تتبع المقاتلين واستهدافهم بدقة يعني فيه اختراق إسرائيلي رغم كل الاحترازات التي يقوم بها حزب الله طبعا هناك إخراق واضح لما تمكنت إسرائيل من اختيال هذا العدد الكبير من قيادات الحزب هذا أمر مفروغ منهم وحتى منظومة الاتصال يكفي الوصول إليها منظومة الاتصال هي أسلاق تحت الأرض تمكنت إسرائيل عبر عملاء لها من الوصول لهذه الأسلاق وربط أي منظومة أخرى بها تستطيع التنصد على الاتصالات ومعرفة ما يجري وبالتالي للحزب اليوم يستخدم يحاول اللجوء إلى وسائل قديمة تخفف قدرة إسرائيل على معرفة تحركات عناصره وقياداته واليوم كما نعلم وكما حزب الله أعلن أنه لم يعد هناك القيادات منعت منع باتلا من حمل أي هواتف نقالة وحتى أي عناصر موجودة على الخطوط الأمامية تمنع من نقل أي هواتف نقالة لمنع رصد تحركاتهم طيب ترددات الصوت يعني نفهم بأنه ممكن ترددات الصوت في الاتصالات اللاسلكية يتم العبث بها تشفيرها حتى لا يتمكن أحد من التصنط عليها بينما الترددات الاتصالات عبر الأسلاق الأرضية أكيد لها قناة صوتية لها تردد معين كيف يتم العمل على تضليل هذا التردد أمام إسرائيل؟ في فرصة نحن نعرف؟ يعني هي عادة بعض الأشخاص يقومون بإضافة كواتم على الهاتف لمحاولة تغيير الصوت هناك تكنولوجيا لتغيير الصوت الجهة وإضافة بعض طبقات تغير البصمة الصوتية أو تجعل البصمة الصوتية من الصعب اقتفائها وإن كان هذا الكلام عبر هواتف سلكية أو لا سلكية أعتقد أن التكنولوجيا متشابهة في هذه الحالة إنما أعتقد بما أن معظم عناصر الحزب يتم اغتيالهم بالخارج وهم في مناطق مفتوحة وليس داخل أبنية في معظم الأحيان وحسب بعض المراقبين على الأرض أن معظم الأشخاص الذين قتلوا أو عدد منهم لم يكن يحمل أي هواتف معهم في هذا الحين يعتقد أن التكنولوجيا التعرف على الوجه أنتهت الساعة الأولى شكرا من دبي مستشار الحدث للشؤون الأمنية والعسكرية رياض قهواجي شكرا لك